زي ما تلكم إنبارح كان قلت حضراتكم خبر مهم إنه أستاذ جمال علام لغى إشراف أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة على المنتخبات الوطنية وتحدست إنه لما نتكلم على حاز إمام طبيعي حاز إمام هو اللي يشرف على منتخب مصر الأول طبيعي محمد بركات يشرف على المنتخب الأولمبي دول نجوم الكرة دول أساطير الكرة فبطبيعة الحال هم اللي يشرف قلت كمان إنه الأستاذ جمال علام كان بيفكر هو اللي يشرف على المنتخب الأول بما إن رؤساء الاتحاد والصابقين كانوا هم اللي بيبقوا مشرفين على المنتخب الأول وجاء لي توضيح من اتحاد الكرة ومن الأمانة إننا ننقل هذا التوضيح توضيح كالتالي هو ما فيش إلغاء للإشراف على المنتخبات من قبل الأسماء الموجودة دي بس في الإعلام لا حديث عن شخص معينة وعدو مجلس إدارة هو المسؤول عن المنتخب النجاح للجماعة للأعضاء كلهم للمجلس كله بالرئيس بالأعضاء وكده كده كل عضو في مجلس إدارة اتحاد الكرة له ملف وله إشراف على جزء ما يعني مثلا الدكتورة دينا الرفاعي مسؤولة مثلا عن كرة النسائية كابتن حازم مسؤولة عن المنتخب الأول كابتن محمد بركة مسؤولة عن المنتخب الأول بيوحى كذا بس في الإعلام في البيانات الصحفية في الحاجات اللي بتطلع للإعلام لا احنا نتحدث عن اسم هو المسؤول عن منتخب لا هو التحاد الكرة كله يتحدث أو التحاد الكرة مسؤول عن المنتخب ناكد كده كده الفايل موجود فأنا قلت الأمانة توصلنا لده يعني الأمانة لنا لازم أنقل هذا الحديث أنا كان لها رأيي مبارح أنه لا بطبيعة الحال نجوم الكرة تمسك هي أو تشرف هي على المنتخبات من غير نقاش ومن غير أحاديث بس لو الهدف منه أنه في الإعلام النجاح يبقى مشترك للجميع فده شيء محمود وشيء مقبول جدا عشان كده حبيت أنقل هذا الأمر بكل أمانة